برعاية نقابة أطباء سوريا وبالتعاون مع فرع نقابة أطباء ترطوس أقامت الرابطة السورية لطب الأسرة المؤتمر العلمي الثاني في المدينة بمشاركة عدد كبير من الأطباء من كافة محافظات القطرة تضمن المؤتمر عدة محاور شمل الجلسات الأمراض النسائية الصحة الإنجابية وجلسة الأمراض العامة والمزمنة والرعاية المتكاملة للطفل اختصاص طب الأسرة مهم جدا حجر الأساس في الخدمات الطبية المقدمة للمريض ويعتبر الحجر الزاوية في الرعاية الطبية الأولية في العالم الصحي نعمل مؤتمرنا اليوم بالتشارك مع عدة جمعيات مرافقة مؤتمر طب الأسرة حيث أن اختصاص طب الأسرة هو المرحلة الأولى من تقديم الخدمة الطبية ويعتبر حجر الأساس في المنظومة الطبية في بعض دول العالم من حيث تقديم الرعاية الصحية الأولية قدم المشاركون عدة مداخلات طبية وعلمية تمحورات حول الاستفادة من التقنية العلمية المتطورة في العالم والاستفادة من الخبرات مؤتمر العلم الثاني لرعبط الطب الأسرة هذا الاختصاص الذي أولد في عام 1992 في سوريا وله دور فعال المفروض أن يكون له دور فعال في المجتمع الهدف الحقيقة هو الارتقاء بهالاختصاص طب الأسرة الذي هو كثير مظلوم بمجتمعنا نحاول نفهم نخطي خطوة في طريق الارتقاء في طريق تثبيته على أرض الواقع إضافة للتقاء الزملاء مع بعض من جميع المحافظات وتكون فرصة للتعارف ولتبادل الآراء بما يخص المؤتمر إن شاء الله نحو الأمام ونحو التقدم وعودة الشركات الدوائية وبالعكس نحن خلال الأزمة بعد الأزمة عدد الشركات الدوائية زاد عن ما قبل الأزمة وهذا أحد معايير التطور الصحي الموجود ببلدنا بسوريا إضافة المؤتمرات الطبية وتخلل المؤتمر افتتاح المعرض الدوائي بمشاركة عدة شركات دوائية من عدة محافظات ويأتي هذا المؤتمر بهدف تبادل الخبرات بين الأطباء وبحث التطورات الطبية والاستفادة منها بما ينعكس إجاباً على الطب السوري وبالتالي على المواطنين السوريين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر